في رحاب كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث في حمص نقشت لجنة مؤلفة من أساتذة مختصين بمجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات من مختلف الجامعات السورية أطروحة الدكتوراه الخاصة بالجريح المهندس عصام أسعد بعنوان تحسين جودة الخدمة في نظام الاتصالات 4G باستخدام تقنية D2D وذلك بحضور عدد من جرح الوطن المهندسين وجهات معنية بالتقانة والاتصالات مناقشة أطروحة الدكتوراه بمجال الاتصالات طبعا الرسالة بموضوع شبكات 4G الفكرة هي تحسين شبكات 4G عن طريق استدام تقنية اسمه D2D اللي هي موجودة بال5G رح نحاول نوظف التقنية حتى نحسن شبكات 4G ونحل بعض المشاكل إلى علاقة بالتغطية والأمور الأمنية مشكورين مشروع جريح وطن بحمص اتفعلوا مع الموضوع وأبدوا اهتمام كبير وغطوا الموضوع من كل الجوانب وكان بالنسبة لإليه دعم كبير 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 وحافظ أن يشتغل أكتار عم نشوف عدد من الجرحة عم يتابع التعليم بالمرحلة الجامعية والدراسات العليا بهدف تطوير ألمي وعملي لمنظومة العمل على المستوى المهني بالإضافة إلى مراكمة تخبرات بتفتح آفاق للتطور الوظيفي والإداري على المستوى الشخصي يعني هي ما عادت مجرد سبب لدخول سوق العمل عم نشوف جرحاني موجودين أصلا ضمن سوق العمل عم يسعوا لتطوير هذا الواقع وبنفس الوقت عم يطوروا من العمل أطروحة الجريح عصام أسعد تضع حلولا نوعية للمشاكل المتعلقة بجودة الاتصالات الخليوية وتهدف إلى تحسين التغطية وضمان الاستخدام الآمن لتبادل البيانات لينال بعد المرافعة درجة الدكتوراه في هندسة الاتصالات بتقدير امتياز وذلك بحضور محافظ حمص المهندس نمير مخلوف والدكتور عبد الباصط الخطيب رئيس جامعة البعث والدكتور فائق شدود أمين فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة البعث ما منعته آلامه وجرحه ما منعه من إصراره وتصميمه على إنجاز رسالته العلمية القيمة وهذه الرسالة العلمية فعلا التي نؤكد بشكل دائم نحن فيها على خدمة التنمية نؤكد على الرسالة العلمية التي تخدم التنمية المستدامة الآن شعور الفخر أكيد والحمد لله رب العالمين أنه هو عنده إرادة قوية رغم كل الظروف اللي مر فيها ما حققه الجريح عصام السعد في ميدان العلم وحصوله على درجة الدكتوراه بمعدل ممتاز يؤكد أن جرح الوطن قادرون على التأقلم مع أي ظرف يمكن أن يتعرضوا له خلال حياتهم فبهمتهم وإرادتهم العالية وتقدير المجتمع لهم وبدعم كبير من مشروع جريح الوطن سيندفعون حتما إلى تقديم الأفضل شيرين العليء الإخبارية السورية من جامعة البعث في حمصة